السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البتني قبل ما نبدو الفيديو تانا تانه اليوم ما تنسوش تسلمه لرسوله لأفضل الصلاوات اليوم جات الأخت الكبيرة تاعي ضيفة عننا وطلبت عليها أروز مجمر في الفرن لأنه تحيعجبني بالبزاف وبزاف بنين وتجي كل حبة وحدها أحبيت أنشاركوا معكم انتما يعني كي سمحت الفرصة انتما فقط تبعوا الخطوات والمقادير وان شاء الله ينجح معكم أول حاجة هنا في برمان دلوا شوية ماء الملح زوج ورقات تعرنت وندلوا شوية انت على الزيت ونخليوا اللي هنا الماء حتان يهز الغلية جوستي هز الغلية نضيف اللي هنا استعملت روز هنا أبيض طويل استعملت سوس انتو ما استعملوا بسماتي لمفور وش عندكم نغلي ومليح هذك الروز كي طيب نشله بالماء يكون بارد باش يجي كل حبة وحدها ومبعد نزيدو نفوروه تفويرها وحدة يكفي من جهة أخرى نجيبو كوكو طاول نجيبو طنجرة ورح طيبي هذك الروز تاعك ندلوا فيها شوية زيت نخليه الزيت تعنا تسخن ومبعد نحطوه هنا أطراف صدر الدجاج اللي هنا بالنسبة للدجاج يرجع حس بعد أفراد العائلة وإذا ما عندكش تقدري تدري غير جومبو نخليه مليح هذك الدجاج تعنا حتى نشوفوه باللي بداي يحمر وندرينا حنقليوه وحده في الزيت باش يجي بنين حتى ودرتي بالحم لحم ثاني يقليه بنفس الطريقة عندي حبات أبصل قطاتها مربعة صغيرة وعندي ثلسة نتاع ثوم أيضا ربيتهم ونخليوه هذك البصل والثوم والدجاج يتقليه مليح على نار قليلة لمدة عشرين دقيقة حتى نشوفوه هذك البصل الزبال ومبعد إن شاء الله راح نكملو المقادير المتبقية مبادل هنا عندي حوالي زوج حبات سنارية قطاتها مربعة صغيرة عندي زيتون أخضر أيضا مقطع بهذا الشكل إذن حتى هو راح نزيد نقليه مليح مع هذك البصل والدجاج ومبادل هنا راح نبدأ نضيفه في التوابل عندي الكسبر عندي أيضا شوية تعرس الحانوت عندي فلفل أحمر نقدروا استعماله الحار ولا الحلو هذا يرجع لكم عندي فلفل لكحل وعندي بطبيعة الحال الملح مبعدل هنا عندي زوج ملاعق مملوئين تحت طماطم منصبرة لأن الروز راح نديره هنا أحمر ونقليه هذك الطماطم وهذك الخضراء كامل مليح باش تنحل هذيك لا سي دي تي صرته الطماطم لازم تنحلها لا سي دي تي ومبعد إن شاء الله نكملو الهنا الرز تعالى بعد ما فارضت له ملعقات الزبدة وخلطتها مليح مع ذاك الروز حتى نضبتنا ذيك الزبدة بعد لما تقلطنا هذيك المرق جبت المسخون ومرقت هذك المرق تعالى خليته حتى طاب هذك الدجاج كما كنت شاهدوا جيزة الدجاج تعالى طاب نحيته في صحنة على جهة ومبعد جبنا الروز تعالى ذاك اللي ضبنا له الزبدة وراح نجمروه كما شتوره من أسهل ما يكون ولكن يجي طايب البيان وأيضا يجي كل حباء وحدها انتم ما استعملوا أي نوعية كانت عندكم ونغليوه حتى يشربا ذاك الروز على نارة قليلة ونحيو كمية نتعلى للصوص باش من بعدها كالي يحبوه ناشف كالي ما يحبوش ناشف وتقدميه في صحنة قديم وهذه هي النتيجة تعالى يجي بزاف بنين جربوه وخليولي أرأيكم في التعليقات شوفوا كما كنت شوفوا في الصورة هنا رايكوا الحباء اتجي وحدها وكما قلتكم مانيشان اللي خدمته رايي الأختي اللي خدمته فقط أنا كنت صغر يعني هذا النهار أنا كنت مشاهدك في كيفكم إذا عاش تكون لها فيديو تانا تنهالي ومالك مالك مالك تكثروني من اللي جام تكومنتوا لأسفلها فيديو إذا عاش تكون قناتي مالك 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 تدروا اشتراكوا كلا أبنيوا وسبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انتعي ما بقى أن يقول لكم شاهدكم بالصحة نطلقوا في عدد آخر اللي يحب يسقيه من الأخر يخلي مرق شوية وصلا